موسيقى ولكن الحقيقة اعتقد انه مش بس الحضور امبارح اعضاء الجامعية العمومية اللي شفناهم وتابعناهم على شاشة الاهلي لحظة بلحظة كسفت الحضور والاقبال الكبير جدا لكن كمان حالة الفرحة النهاردة للواحد رصدها يعني الحقيقة من الصبح الناس كلها كل الاهلوية بيبركوا بيهنوا وسعديوا وفي منتقى السعادة الحقيقة بنجاح كابتن محمود الخطيب ده جزء منه ممكن يكون اعتراف شهادة النجاح كتبها كابتن محمود الخطيب ومجلس الادارة اللي تولي المسئولية على مدهار اربع سنين نجاح في كل المجالات الحقيقة طفرة ونقلة نوعية خادت النادي الاهلي في حتة تانية خالص ويمكن تكون كمان شهادة تحميل مسئولية لانه الحقيقة مع ادارة كابتن محمود الخطيب ومجلسه في الاربع سنين اللي فاتت اتعود الاهلوية على انجازات في كل المجالات مش بس في الرياضة لكن كمان انجازات تضيف بشكل كبير جدا الاسم النادي الاهلي ودي امانة امانة وبتقول انه الاهلوية سقف طموحاتهم وتوقعاتهم واحلامهم مع اربع سنين جديدة تمتد من واحد وعشرين لخمسة وعشرين تحت رئاسة كابتن محمود الخطيب ان شاء الله بإذن الله يكون فيها انجازات اكبر تعلي من اسم النادي الاهلي